وعندما تقول الدولة والأجئزة الأمنية أنها لا تعرف القاتل فقد كذبت ورب الكعبة أهلاً وسهلاً بكل مشاهدي قناة التغيير ملف وحادث جديد وبرنامج من بغداد سنوات طويلة أشناها والدم العراقي مهدور وفي كل حكبة وفي كل زمن تقدم لنا أعذاراً ومسببات وأسباب وشماعات في ذاك الأمن والأزمنة الغابرة يتهم ويهدر الدم العراقي مرة نصبح غوغائيون ومرة نصبح ضد القائد ومرة نصبح خارجين عن القانون ومرة قدحنا فلان ومرة شتمنا فلان وفي هذا الزمن الذي يعتبر من أصعب وأقسى الأزمنة بلا منازع أيضاً المتحدثون والخطباء وأصحاب المسؤولية والجيوش الألكترونية يقدمون لك أسباب أحياناً لا تستطيع أن تسمعها بل كيف تتعايش معها لم يأتينا زمناً وحاكماً ومسؤولاً يعتبر الدم العراقي خطاً أحمر قولاً وفعلاً نشبع من الخطابات نشبع من الهتافات نشبع من البيانات نشبع من التغريدات وعندما تستمع إليها تخجل من كل حرف مكتوب فيها ولكن ما هي النتيجة على أرض الواقع؟ دم يهدر هنا ويهدر هناك قتل هنا وقتل هناك اختطاف جيوش الألكترونية ميليشيات خارجين عن القانون مع العملية السياسية ضد العملية السياسية ما تعرف رجلها من حماها ليش والمتضرر هو الشعب وعندما نضع الأمور كلها على طاولة واحدة لنعرف ماذا يريدون الذين يشتغلون بالعملية السياسية تحديداً وماذا يريد الشعب الذي يقدم قرابيناً طويلةً كبيرةً شريفةً نزيهةً على مذابح الحرية ماذا أخذ السياسيون من السلطة؟ وماذا أخذوا لهذا الشعب الفقير؟ وماذا يريد الشعب من السلطة وأصحابها؟ لماذا افترقنا؟ لماذا هناك شرخٌ كبيرٌ ودمٌ يهدر أمام مرأة ومسمع من الجميع؟ كل الذي يتحدثون به أمام الناس إنهم أحياناً يبررون القتل وأحياناً يستنكرونه في بيانات ولكن أين هو المجرم الحقيقي؟ أنا دائماً ومن خلال هذه الشاشة أقف ضد أي فتنة يراد منها أن تحرق الأخضر واليابس وأحياناً لا أنحاج هنا ولا أنحاج هناك لأنه الدم العراقي دائماً الخائبون يراهنون عليه والذين يراهنون على الدم العراقي يجب أن نقف طابوراً أمامهم ويجب أن نُؤِد الفتنة التي يراد من خلالها لهذه الدماء أن تكون أنهاراً ونتمنى من الذين يمتلكون السلطة ويمتلكون الخطاب الواعي والمدرك والذين يمتلكون التأثير أن ينتفضوا حقيقةً وحقيقةً كما نعرفها لا كما يعرفها الآخرين ليؤد الفتنة في مكانها ويحاسب القتلة ويجب أن يستحضر القاتل وإن جاء من السماء بغض النظر أنه ينتمي لمن ولصالح من يكفي إلى هذا الحد وعندما تقول الدولة والأجئزة الأمنية أنها لا تعرف القاتل فقد كذبت ورب الكعبة ترجمة نانسي قنقل وإنهة الإنطلاقة زجاجة ويجعل ترجمة نانسي قنقل